اشتركوا في القناة تذهب سبهلنا والعمر والزمن اغلى من الثمن اغلى من الذهب واغلى من الفضة الذهب والفضة لو ذهبت يأتي بدلها شيء لكن العمر والزمن لا يأتي بدلها شيء اذا ذهب ذهب ما فيه رد ولي اخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون حتى اذا جاء احدهم موت قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا ما في رجوع انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعث لو لا اخرتني الى عجل قريب فاصدق واقوم من الصالحين انت الان في مهلة اغتن من الوقت اجعل لنفسك حزبا من كتاب الله عز وجل اجعل لنفسك وقتا للعمل الصالح قم في اخر الليل ولو نصف ساعة قبل الفجر ناجي ردك ادعو فانه تعالى ينزل الاسماء الدنيا يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألوني فاوطيع من يستغفروني فاغفر له من الذي لا يقدر ان يقوم قبل الفجر من الساعة امر بسيط جدا نحن نسأل الله ان يرحمنا برحمته لا نقوم ثلث الليل ونصف الليل لكن اذا لا يمكن ان نقوم نصف ساعة فقط نذكر الله فيها نتوضع نصلي ما شاء الله نوتر هذا امر اظنه بسيطا جدا كذلك ايضا نجعل حياتنا كلها ذكرى لله فان المؤمن الكيس هو الذي يجعل حياته كلها ذكرى لله لان في كل شيء امامنا اية من اية الله اية من اية الله فاذا ذكرنا هذا الشيء الذي امامنا من اية الله ذكرنا بذلك الله عز وجل ذكرنا الله فيكون الانسان دائما يذكر الله عز وجل بما يشاهد من ايات الله الكونية بل بما يشاهد من نفسه وتقلباته القلب الان انا اسألكم هل قلوبكم على وثيرة واحدة دائما لا في غفلها احيانا في انابة احيانا في تذكر احيانا في حياة بيّنة احيانا احيانا يحيى قلبك حياة تتمتع بها مدة من الزمن تتذكرها ربما تتذكر حالة وقفت فيها بين يدي الله عز وجل مصليا ساجدا قبل ثلاثين سنة او اكتر حسب عمر الإنسان لانها اثرت في قلب فمثل هذه الاشياء ينبغي ان نستغلها ينبغي ان نستغلها وان لا نغفل فالغفلة موت قصر للقلب وموت للقلب يقول والله لو ان القلوب سليمة لتقطعت اسفا من الحرمان حزنا تتقطع من حرمانها لكنها سكرى لحب حياتها الدنيا وصدق القلوب سكرى بل لحب حياتها الدنيا تسعى للدنيا اولا واخر ينام الانسان وهو يفك في الدنيا يستيق الله وهو يفك في الدنيا نعم ومتى تفيق قال وسوف تفيق بعد زمان متى عند الموت يفيق الانسان يقول لا يتني فعلت لا يتني فعلت واشد من ذلك افاقه اذا كان يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع معقول سبيلا يا ليتني لم اتخذ ما يا ويلة ليتني لم اتخذ لقد اضلني عن الذكر بعد ايجان قال الله تعالى وكان الشيطان للانسان خذولا او يقول هالطائل نفس اللي عض عليه يقول وكان الشيطان للانسان خذول وهناك لا ينفع الندم عند الموت لا ينفع الندم اسأل الله تعالى لأسمائه وصفاته ان يجعلني وإياكم ممن يغفن منوقاتها بالأعمال الصالحة وان يثبتنا عند الممات وبعد الممات وفي يوم يجعل المذيان شهيدا انه جواب تريم